الآن الكلمة لقوة الكفاح المسلح رئيس الجبهة الثورية دكتور الهادي دريس فريق أول أبد الفتاح البرحان رئيس المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس السيادي زملائي أعضاء المجلس السيادي الحاليين والسابقين السيد وزير قارجية جمهورية جنوب السودان الأستاذ ميك دين الزملاء والزميلات قارة القوة السياسية وحركات الكفاح المسلح والمدنية والمهنية السادة وسيدات أعداء السلك الدبلوماسي المتمدين في القرطوم أتحية لكم جميئاً وعبركم التحية لشعب السودان العبي السادة والسيدات الحضور الكريم إن التوقيع اليوم الاتفاق الإطاري حدث عزيم في طريق السودان ويشكل فتحاً جديداً لمستقبل السودان نحو التحول الديمقراطي المنشود ونحن في الجبحة السورية السودانية كنا سباقين للمساهمة الفائلة والجادة لإقراج بلادنا إلى بر الأمان ولم ندقر وقتاً إلا وكرسناها لابتداء الحلول فكانت مبادرة الجبحة السورية السودانية المعنونا بإسم السودان أولاً والتي وضعنا فيها جملةً من الأفكار وقارة الطريق لحل العزمة السياسية الراهنة ووجدت مبادرتنا الاستجابة من تيف واسم من القوى السياسية وما حوته المبادرة أزبح الأساس للاتفاق الإطاري ومسودة ومسودة الإيلان الدستوري الذي ترحته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين وكنا حضوراً ومشاركين فاعلين في الورشة وفي كل الأمل الذي أنتج المسودة وقلنا من وقت مبكر إن هذه المسودة تصلح أن تكون أساس يبنى عليه أبر حوار وطني يضم أطراف الأزمة ولم نستنسر ولم نستنسر لمبادرتنا بل إنحزنا بوع إلى القطع الذي ينقذ بلادنا ويحقق الأمن والاستقرار أنا وكل زملائي في الجبهة السورية السودانية مستيدون للإنقراط فوراً في أملية الحوار من أجل بلادنا ومستقبل أبناءنا وبناتنا السادة والسيدات الحضور الكريم إن الاتفاق الإطاري حدد بوضوح المبادئ الآمة التي تحدد ملامح وشكل وتبيئة الدولة وكذلك محام إدارة الفترة الانتقالية وكيفية اختيار رئيس الوزراء وحكومته وحدد كذلك قضايا الاتفاق النهائي التي تجتمل على الآت أولاً تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان واستكمال أملية السلام لقد تم التعكيد في كل الوصائق بأن اتفاق جوبا جزءاً لا يتجزى من الإعلان الدستوري وزالت تأكيداً تحفز على المكتسبات التي حققها الاتفاق لأصحاب المصلحة في مناطق النزاء وبقية خليم السودان ولكي تكتمل عملية السلام لا بد من استكمالها ما الحركة الشابية قيادة القائد عبد العزيز الحلو وحركة وجيش تحرير السودان قيادة الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور ومن هنا أدؤوهم إلى اللحاق بركب السلام وذلك من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في بلادنا ثانياً العدالة والعدالة الانتقالية وهذه قضية مهورية وأساسية وهي إهدى حم شعارات الثورة وترسيق مبدأ العدالة وترسيق مبدأ العدالة دروري لوضي حد لزاحرة الإفلات من الإقاب والمحاسبة على اختراف الجرائم الجسيمة والإبادات الجماعية وانتهاكات القانون الدول الإنساني وقانون حقوق الإنسان ثالثاً الإصلاح الأمني والأسكري وذلك أبل الترتيبات يتفق عليها توصلنا إلى جيش وطني واحد زوء أقيدة قتالية واحدة تتمثل في حفظ أمن المواتنين وسيادة البلاد رابعاً تفكيك نزام الثلاثين من يونيو وذلك أبرئ إجراءات قانونية سليمة تستلزم سيادة حكم القانون واحترام الحقوق الأساسية قميساً يمكن البناء يمكن البناء عليها لتعقيق آمال وتطلعات مواتني شرق السودان السادة والسيدات السادة والسيدات الديوفة الكرام أود والتعييد لأنه يفتح الطريق لحوار وطن شفاف يحقق كل أهداف سورة ديسمبر المجيدة رسالة الثانية إلى المجتمع الدولي إن بلادنا مرت بحقب علاقتها مع المجتمع الدولي كانت ليست ألماء يرام وإن الصورة الدسمبر المجيدة فتحت الطريق لاندماج بلادنا مع المجتمع الدولي واليوم بعد التوقيع لحاظ الاتفاق فإن بلادنا تحتاج إلى دعم المجتمع الدولي من أجل إنجاح العملية السياسية وكذلك مساءدتها لتجاوز المسائب الاقتصادية التي تواجهه شعبنا الرسالة السالسة للقوى السياسية للقوى السياسية التي لم تندم للتوقيع لحاظ الاتفاق المبدئ أقول لهم إنه ما زال هناك متسع لكي نجلس جميعا لنتحاور للتحاور والتشاور لإنتاج مقاربة سودانية تنقذ بلادنا وتحقق الاستقرار لشعبنا الرسالة الأقيرة لكل شباب وشبات بلادي أقول حان الوقت لتشمير الصواعد من أجل التأمير والبناء هذا هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر شكرا